اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضين ومناسبة مرور 3 سنين على انشاء القناة يوليو 2016 كل سنة وانتم طيبين وبخير عايز بس اسألكم سؤال واحد انتو عايزين مني ايه؟ انتو عايزين مني ايه؟ اتعف الفيديو اسبوع ما يجيبش مشاهدات اعمل فيديو في نص ساعة يجيب مشاهدات كتير اقدم منتجات سيني؟ انت ليه بتقدم للناس العره دول؟ انت مش تتقرب بنا؟ اقدم منتجات اصلي؟ انت اكيد بتعمل اعلانات وبتقبض على قلبك قد كده اقول عيوب المنتجات احنا عايزين منتجات رخيصة وقوية اقدم المنتجات الغالية القوية دي حاجات غالية علينا عايزين ادوات رخيصة اقدم الرخيص؟ انت مترداش اصلا تستخدم الحاجات دي وطالع بس تقنعنا بها انت مأجور اقدم ادوات؟ عايزين ديكورات؟ اقدم ديكورات؟ ما عنديش ادوات انتو عايزين مني ايه؟ تحبوا اغير محتوى القناة؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضنا سنة 1818 كان في كاتبة اسمها ماري تشيلي هي زوجة الشاعر العبقري بيرسي شيلي السيدة دي في شتاء ميني البنيلة كتبت الرواية الخالدة اي قونة الرعب مصدر الهام نص كتاب الرعب على مر الزمان كتبت الرواية الخالدة فرانكنستاين بروميثيوس الجديد فرانكنستاين ايوه اسمها فرانكنستاين مش فرانكنستاين بالتأكيد كلكم عارفين الحدوتة بس خليني اسألكم سؤال واحد ايه اسم الوحش اللي في الرواية؟ فرانكنستاين؟ لا مش فرانكنستاين فرانكنستاين ده اسم الدكتور بطل الرواية انما الوحش نفسه مالوش اسم اه والله العظيم زي ما بقولك مالوش اسم ودي غلطة خلاص مبقاش حد يقدر يصلحها بقت غلطة اقوى من الصحة ماري شيلي من فرحتها بالرواية نسي تسمي الوحش وحتى الافلام اللي قدمت الرواية دي برضو نسي تسميها والافلام دي عموما نقدر نقسمها لنوعين نوع بيقدم الوحش ده على انه وحش دموي عايز يقتل ويدمر ونوع التاني بتقدمه على انه وحش طيب مظلوم غلبان وان كل هدفه في الحياة ان يلاقي حد يقبله بشكل الوحش وتكوينه العجيب لكن محدش بيقبله فبيبدأ بقى ساعتها ينتقم من الدكتور اللي عمله المهمة هقولكم على حاجة مش هتصدقوها الرواية نفسها لو قارتها مش مرعبة ولا كانت مكتوبة للرعب دي قصة درامية انسانية اروائية ماري شيلي اللي ما كانش بيعش لها اولاد وكلهم ماتوا تقريبا وامها اللي ماتت وهي بتولدها كل ده اثر في نفسيتها وخليها تحلم بامكانية اعادة احياء الموتة فكتبت الرواية الدرامية الانسانية دي واللي ممكن كمان تعيط فيها لو كنت حساس وبتحب الاراية زي السينما هي اللي حولتها لرواية مرعبة وما بقاش حد يقدر يغاير المفاهيم دي اه والله اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا مشكلة وطننا العربي ان كان فيه اخطاء كبيرة اتعاملت بحسن نية او بسوق نية محدش عارف لكن بدأت التغييرات بالمصانع بدأوا يبني قرى جديدة وعواصم جديدة ومنشآت ضخمة وثابوا الانسان للاخر ازاي انسان بائس فارغ من جوه وغير قام في مشكلاته اليومية اتفق احيانا مع عقلية متخلفة عن العالم بعشرات السنين ازاي الانسان دي يبني وطن او يقوم بثورة صناعية او زراعية او اي ثورة من اي نوع كل الثورات الصناعية في العالم بدأت من الانسان نفسه عشان كده اليابان بقت يابان واوروبا بقت اوروبا احنا بس العرب اللي عمالين نبني مباني وعواصم ونسمي الجدران ثورات ناخد الارض من ده ونديها لده وكل ده باسم الثورة الثورة تبقى ثورة لما منكنش محتاجين نستورد اكلنا من برا ونزرعه بنفسنا مش لازم نصنع كل شيء بس على الاقل ان المواطن العادي يوصل لمستوى الالة اللي بيستعملها او بيشغلها غير كده انسى اسمع اسمع البشارة دي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكوا عميني قريت بوست كده على الفيس والانستجرام منتشر انتشار جميل قوي وفي حكمة عاملة تريليون لايك ومليون شير حكمة كده جميلة بتقول لا تبحث عن شخص تتمناه فيجعلك عبدا بل ابحث عن شخص يتمناك فيجعلك ملكا ابحث عن شخص يتمناني لما الشخص اللي بيبحث عني ويتمناني هيبقى هو العبد وبأنا الملك ما انت اللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على الناس وبعدين لما كل الناس تسمع الحكمة دي وتصدقها مين هيبحث عن مين ما كده محدش هيبحث عن حد يا غبي انت حمان يا حمان؟ اي كلام بيتقال والناس بتشير وفرحنينه يلا سلام عليكم في رأيي المتواضع ان الزكاء الانساني تمن انواع ممكن الانسان يكون عنده اكتر من نوع مش نوع واحد بس انما هم تمن انواع زكاء اجتماعي الناس اللي بتعرف تعمل العلاقات بسرعة وفي لحظة تتعرف على كل اوتوبيس الرحلة زكاء ذهني الناس اللي بتتعلم بسرعة وتفهم المنهج بسرعة وتقفله في يومين زكاء موسيقي الناس اللي ودناها موسيقية وبتعرف تجيب اللحمة مظبوط زكاء تسجيلي الناس اللي عندهم قدرة على الحفظ بسرعة استميمة زكاء عاطفي الناس اللي بتعرف تحب وتعيش الحب الناس الحنيينة الرزق هم فين دول زكاء ابتكاري الناس اللي عندها حلول الناس اللي بتخترع وتبتكر وتشوف اي حل لأي مشكلة زكاء رياضي الناس اللي عندهم توزن عضلي عصبي وبيعرفوا يمارسوا الرياضة وبيحبوها وبيفهموها واخيرا الزكاء القذر ودول بقى العلم اللي بترد عالكلام بسوقنية وعندهم دايما الرد جاهز يجرح ويحرج ويحسسك انك غلطان حتى لو ما كنتش عملت حاجة اصلا سفوخص على النوع ده من الزكاء ها والله والله زي ما بقولك كده اه دي المسينجر وسنين المسينجر ببنى اثبت المسينجر عارف انت لما والدتك تكتبلك على المسينجر يا عماد يا عماد ما ترد يا ابني يا عماد يا عماد ايوة في ايه ايوة يا امي في ايه بس بالراحة هو حضرتك لما تكتري من الحروف التليفون هيوم يقاف على حيله ولا مثلا حيطلع يجي لورايا ويقول لي ما تشوف والدتك عايزة ايه بها انا طالما ما ردتش ابقى مش ماسك التليفون اصلا نايم مثلا في الحمام فرضا وبعدين مش كده وبس خد بقى عندك لما اجا رد ايوة يا امي يا حبيبتي يا ست الكل اقمريني انت ما بتردش عليها ليه لما نديت عليك لا يا حبيبتي انت ما نديتيش عليها انت كتبتيلي تفرد ما اتغيرش الموضوع انت ما بتردش عليها ليه طب ما عليش يا امي سامحيني انا قاسف يا ست الكل اقمريني لا انا بس بشوف عندي نت ولا البقى خلصي بقى 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 ارجو ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم واسعدتكم مستفدتوا منها تالي ينفع انقول على حلقة دي طب والله هي حلوة كان احتفال بسيط بعيد ميلاد القناة التالت ورسالة زغانونا كده بتقول ان من السهل قوي نقدم محتوى مفهوش اي حاجة غير الكلام اسهل بكتير من اللي احنا بنحاول نقدمه بس سدوني مش ده هدفنا خالص المهم احنا متعودين من اطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حوصيكم على لايك والشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدت